اهلا بكم الى موجز اخبار الان قتل تسعة اشخاص في التفجير الانتحاري الذي استهدف صباحا لاحد ساحة التحرير في شرق العاصمة السورية دمشق وفق ما افدى المرصد السوري لحقوق الانسان واوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس بريس ان بين القتلى في ساحة التحرير مدنيين وعسكريين مشيرا الى اصابة ما لا يقل عن 15 اخرين بجروح وجهت المعارضة السورية اتهامات جديدة الى نظام الاسد باستخدام غازل كلور ضد مقاتليها اثناء معارك تخوضها في شرق دمشق هذه المرة في منطقة عين ترما بمنطقة الغوطة الشرقية ووجه الاتهامات فيلق الرحمن وافد بان اكثر من 30 شخصا اصيبوا باختناق بغازات سامة ما زال الاف المدنيين علقين في مناطق الاشتباكات في مدينة الموصل ولم يسمح تنظيم داعش لهم بالخروج صوب القوات العراقية ويعاني جميعهم من الجوع والعطش والاصابات المختلفة بحسب ما افد به المرصد العراقي لحقوق الانسان وطالب المرصد الحكومة بالتحرك سريعا لانقاذ المدنيين المحاصرين وتحمل مسئوليتها الكاملة في الحفاظ على سلامتهم ومنع استخدامهم دروعا بشرية من قبل المتطرفين كشف الجيش الامريكي لاول مرة دوره في معركة الموصل الذي يتمركز حول العمل على تفادي حوادث اطلاق النار الصديقة بين القوات العراقية فضلا عن دعمه المدفعي والجوي فضيق مساحة الاشتباكات في معركة استعادة اخر معاقل داعش في العراق دفع بالقوات الامريكية الى العمل على تأمين عدم نشوب حوادث اطلاق نار صديقة في بيئة بات الامر فيها مصدر قلق اكد المندوب الدائم للسعودية في الامم المتحدة عبدالله المعلمي ان قطر تصر على زعزعة امن السعودية ودول المنطقة ودعم الارهاب الذي هدد العالم باسره وقال المعلمي في بيان نشرت وزارة الخارجية السعودية ان السعودية والامارات والبحرين ومصر اتخذت قرارا سياديا في مقاطعة قطر وذلك حفاظا على ضبط الامن في المنطقة والضغط على الدوحة لوقف دعم الارهاب اعلن موقع فيسبوك عن توفير خاصية فايند واي فاي امام جميع مستخدميه على جميع تطبيقاته المحمولة بعد فترة من التجربة المحدودة وتستهدف هذه الخاصية مساعدة المستخدمين اثناء السفر والتجول خصوصا من لا يمتلكون اي امكانية اخرى للاتصال بالانترنت او من يريدون التوفير وعدم دفع اي مصروفات اضافية للحصول على باقات المحمول وفقا لما اورده موقع The Next Web نهاية الموجاز الى اللقاء اشتركوا في القناة